عندنا مباراة مهمة جداً كلنا بننتظرها وده يعني كويس جداً برضو بيجي لك بعد بطولة مجمعة إنجاز تاريخي حققته حققوا النادي الأهلي هتكون مباراة مش سهلة خالص لأنها على ملعبك والضغط الكبير اللي سببه النهاردة فريق سامبا بعد ما فاز خارج ملعبه على فيتا كلاب الكنهولي فالنهاردة كمان الأهلي يمكن عنده غيابات كتيرة في المباراة دي للأسف لأنها غيابات مهمة وغيابات مؤثرة علي معلول ناصر ماهر صلاح محسن والد سليمان يعني عندنا إصابات كتير أيمن أشرف كمان كل دول طبعاً تعرفين الإصابات مختلفة ليه لأن أنت عملت إجهات قوي جداً الأيام اللي فاتت كانت أيام صعبة كان فيها تركيز كان فيها مجهود بدني وذهني وأنا بحس أن المجهود الذهني بيأثر على البدني بالتأكيد فالناس اللعبة كلها بالجهاز الفني بمجلس الإدارة كانوا كلهم مضغوطين وفي حال التعب الشديد وإحنا طبعاً أكيد بندقالهم أكيد موفقين إن شاء الله لكن كمان عنده غيابات يعني حسين الشحات لو تفتكروا كان موقوف أربع مباريات عشان اللي حصل منه طبعاً هو ومصطفى محمد في الوقت ده هو لعبنا السندي بمرتين وتوقفهم عندنا كمان المريخ والسنبة حسين متوقفهم طبعاً دي لوائح الكاف لما بدر منه فإن شاء الله يرجع على خير برضو حسين لكن دايماً بنقول الأهل بمن حضر وإن شاء الله أي 11 الراجل في الملعب بقى يكونوا على أدل المسئولية وعلى مستوى طموحات جمهير النادي الأهلي وإن شاء الله هيقدروا يفرحونا وهيقدروا يعني يحققوا أول ثلاث نقاط في مشوارنا مشوار المجموعة دي قدام فريق المريخ السوداني الشقيق الشقيق تاني مرة للحقيقة رغم أننا كلنا بنتمنى فوز الأهلي لكن كمان بنتمنى في نهاية المشوار ده أو دور المجموعات يعني يكون فريق المريخ السوداني هو الطرف التاني اللي بتأهل عن مجموعتنا دي مع النادي الأهلي لدور التمن